كان تشيق هالا بنت محمد الخليفة مديرة دارة الثقافة والفنون بهيئة البحرين لثقافة والأثار أن مملكة البحرين تشرك في نشاطها الثقافي وإنجازها الحضري كل فئة المجتمع وذلك على همشي استضافة محجر البحرين الوطني قرب شجرة الحياة حفلة مقطوعة حلمة لأوركستر المحجر ضمن فعالية عبيع الثقافة التفاصيل مع الزميل يحيى العمري أوركستر المحجر لون مختلف في أجواء مفعمة بالحيوية أداها مجموعة من عمار المحجر قدموا مقاطع موسيقية متأثرة بخلفياتهم الثقافية وبأسلوب عملهم ومعيشتهم هنا في هذا المحجر فقد حملت الفقرات الموسيقية والغنائية طابع فن لفجر التقليدي المرتبط بمهنة صيد اللؤلؤ أشرف على إقامتها نخبة من المختصين المتعاونين مع هيئة البحرين للثقافة والآثار كل جزء من الرحلة للمحجر الوطني كان فيها متعة اليوم في ربيع الثقافة من ضمن احتفاليات المتنوعة لمهرجان ربيع الثقافة احنا متواجدين في هالمكان ومسلطين الضوء على أوركستر المحجر أنا بالنسبة لي شخصيا أحس أن تسليط الضوء على فأة العمالة الأجنبية التي متغربة من بلدانها ويتعيش عندنا في البحرين وتساهم في النهضة العمرانية وفي المحجر أساسا جميل أنهما يسلط الضوء عليهم حفل استطاع صناعة رابط جميل بين ثقافة البحر والصيد التي اعتمدت عليها مملكة البحرين في حقبة تاريخية هامة وما بين البر الذي يقدم للسكان الحجارة التي تبنى بها الصروح الحضارية والبيوت السكنية بسواعد عمال المحجر الذين تدربوا اليوم على هذا الأداء لمدة شهر كامل ودي أقول لكم أن ندعم ونتم نفتخر بالعمالة التي يتيه البحرين وتشتغل وتكد وتسوي وتهد أهلها وتهي البحرين علشان بس يعني تساعدنا في بناء البلدة وإحنا هذه البروجيكت نفسه علشان أنيبهم ونحطهم في الصورة ونراوي الناس شلون نقدر نطلع منهم مواهب تجربة يمكن فريدة من نوعها شيء غريب يعني أن يكونون عمال في نفس المكان يقولون أنهم يأدون يعني ألحان وكذا فتسمع مثل ما تقول تسمع حياتهم يعني موقع الفعالية المميز بالقرب من شجرة الحياة لفت انتباه الجميع فقد تم اختياره بعناية لقدرته على توضيح العلاقة ما بين الإنسان وأرضه خصوصا مع تناغم العمال الواضح وتواصلهم مع الجمهور بالموسيقى رغم حواجز اللغة والثقافة على وقع أهازيج الحجارة وأصواتها التي تصدح في القلوب وانهمارها بعمالها من زوايا النور إلى قعر الأرض جاء احتفاء الثقافة والآثار هنا في هذا المحجر احتفاء بالأرض وجمالياتها ممزوجة باللحن المفقود يحيى العمري لمركز الأخبار تلفزيون البحرين